بسم الله الرحمن الرحيم احلى واجمل واروح صباح على حضراتكو جميعا دايما متسمعونا على اونسبورت اف ام تبعتونا رسالة مع اي موبايل على 1720 اي رسالة على 9370 واي خط ارضي 0900 9370 وصفحتنا اونسبورت اف ام او على صفحة احمد شبير اهلا وسهلا بحضراتكو خليني ابدأ بموجز الاخبار اسماعيلي يتعادل سلبيا مع الداخلية مباراة مؤجلة من جولة رقم 16 بالدورة الزمالك تغلى بعد حاج سكندري 3 اهداف مقابل هدف الجولة 19 ويبتعد بالصدارة بفارغ 8 نقاط عن وصيفه بيرامدز الزمالك افتخد جهود جنش واباما في المباراة اللي جاي امام بيرامدز وعمر حسين بيؤكد لجنة سبقات محددتش لسه جدول مباراة او جدول مباراة الزمالك بعد بيرامدز وانه هيحدد المباراة بعد مواجهة الزمالك للتحاد طانجا المغربي بالكونفودرالية حلم طولان بيفرض عقوبة مالية على الهاني سليمان ومحمود رزق بسبب الطرد والزمالك بيغرم جنش 300 الف جنيه على لسان المستشار مرتضى منصور اللي قالي بشكل لجنة برئاسة الخطيب للحفاظ على حقوقه في قصة انتقال عبدالله السعيد لبيرامدز بالمخالفة اللي وقع هشرح لكم قصة بالتفصيل احمد مجاد المتحدث الرسمي اتحاد الكرة ويؤكد صح التوقيع عبدالله السعيد لبيرامدز ومجد عبدالغاني رئيس لجنة الشعور اللاعبين يرفض ما يتردد عن وجود مخالفة في قد السعيد واكد ان انظام القيد مفتوح طوال الاسبوع اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة الاختيار افضل لعب في الدوري افضل لعب في صعيد وافضل حكم وافضل مدرب وافضل تشكيل تمهيدا لقامة حفل كبير من الشركة الرعية لنهاية الموسم الاهل يضم اسلام جابر مدافع الالمونيوم خمسة مواسم مقابل 2 مليون جنيه ويعير عمار حمد لتها سكندري لنهاية الموسم الاصابات تكتاح الاهل من جديد اصابة وليد سليمان يقضمه اكرم توفيق بكسر في الحاجز الانفي خلال المباراة اللي قدية امس مع جمهورة شبين 3 صفر الاهل مؤمن زكري يبد استياءه من تجاه المدرب الاهل يطلب استعادة الاقود والرحيل في الصيف المقبل امير مرتضى منصور يؤكد انه جروس طلب عدم تدعيم مركز المدافع وصفقة واحدة جديدة قد تكون في الطريق بالزمالك بالاضافة للمؤتمر الصحف اللي بيهقت غدا لتقديم خالد بطيب مهاجم الزمالك الجديد القادم من تركيا وهو مهاجم المغرب الاساسي الامارات تتعدل مع البحرين بصعوبة بالغة قبل النهاية بدقيقة واحدة في افتتاح كأس الامم الاسيوية او كأس اسيا والنهاردة مباراة تحمل معاني كثيرة جدا تجمع ما بين المنتخب السوري والمنتخب الفلسطين اهلا بيكو دي كانت العنوين بتاعة الاخبار لكن الاخبار مهمة جدا الاخبار الحقيقة عايز اقول لكم انه يعني هتوقف امام بعض النقاط الهمة في اه العنوين اللي احنا قلناها منها اه مثلا تأكيد المتحدث الرسمي يقعده مجزد دارة رحمد مجاهد على صحة توقيع عبدالله السعيد وعلى فكرة مفيش اتنين اختلفوا على صحة توقيع عبدالله السعيد خالص خالص يعني لكنه القصة كانت في يوم الاجازة بس يعني القصة ما كانتش في توقيع لانه توقيع صحيح 100% الاستغناء القادم من نادي اهل جدة او الاهل السعودي مية في المية وبالتالي محدش تكلم على ده خالص هي كانت القصة على تضارب التصريحات لما طلع مدير لجنة شؤون اللاعبين وليد العطار واعلن انه يوم الجمعة جاهزة مفيش في يوم عمل وبالتالي الناس فجئت انه اللعيب بتسجل من هنا حصل اللغط اللي موجود عند الناس لكن حد تتكلم على توقيعه توقيعه صحيح 100% حد تتكلم على كرنيه برضو ما حدش تتكلم انه كرنيه غلط بالعكس كرنيه صحيح 100% رئيس منطية بنسويف لما طلع تكلم وقال انه التوقيع غلط وازاي ما طلعش منطية بنسويف هو الحقيقة مش عارف لانه بقالهم خمس سنين في اتحاد الكورة بتطلع كرنيات الدور الممتاز من القاهرة من الاتحاد من الفرع الرئيسي او من المقر الرئيسي للكورة المصرية وهو اتحاد الكورة وبالتالي كل ما قيل بشأن التوقيع او الانضمام خاطر كل ده صح هي القصة كلها حول فتح الاتحاد في يوم الاجازة طبقا لتصريحات مدير لجنة شؤون اللعيبة وليد العطار لانه هو اللي كان قال هزي التصريحات وانا سبق وقلت وبوضح تاني انه الكلام ده كان ليه انا شخصيا مش لحد تاني لكن ما حدش ابدا ادري اتكلم على الققية تصريح بقى المهندس مجاهد وكابت المجدع بلغني عن صحة التوقية وعن ان القيد مفتوح طول الاسبوع دي تصريحات تحترم وما حدش يقول عليها حاجة لكن هو تصريحات كانت طلعة من داخل اتحاد الكرة اتحاد الكرة عمل لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد اللي قدم اختراح باختيار افضل لاعب في الدوري وافضل لاعب صاعد وافضل حكم وافضل مدرب وافضل تشكيل هذه الكرة الحقيقة عمل هذه اللجنة من فترة وكمان طبع الاستمرارات تمهيدا لتوزيعها على الاندية وعلى المدربين بيعمل نفس النظام اللي بتعمل في البالون دي اور او الكرة الذهبية اللي هي قصة انك بتوزعها على كبات الفرق او على مدرب الفرق وبيختار عدد من السادة الصحفيين ده مهم جدا خمسين ناقد رياضي وبعد كده هتتعامل اللي اهتفالي بس القصة كان هل تتعامل بسرعة مع بداية السنة ولا افضل تستنى مع نهاية الموسم الكروي فانتصر الرأي اللي بيقول نهاية الموسم الكروي من هنا جات الفكرة دي والاحتفال هتعمل على غرار الاحتفالات الاوروبية الكبرى اللي حضراتكم بتشوفوها برعاية الشركة الرائعة لاتحاد المصري كرة القدم عشان تعود من جديد كمان فهذا الاستفتاء اختيار افضل لاعب في القسم التاني واختيار افضل لاعبة في الدور المصري زي اللي بتشوفوه بره بالضبط واختيار الهدف وحتى لسه ما سموش جائزة الهدف باسم مين كان فيه اسماء كتيرة جدا يعني مرشحة زي ما كده بيقولوا بوشكاش في الاتحاد الدولي في الفيفا هيبقى باسم مين في مصر لسه في اسماء كتيرة جدا مقترحة جائزة الهدف تبقى باسم مين ودي من الاختراحات الجديدة اللي موجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم واللي كان قدمها السيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حاجات بقى كمان عشان نكمل احداث الساعة اللي الناس بتتكلم فيها انه الاهلي بيشكل لجنة برئاسة كابتن محمود الخطيب للحفاظ على حقوقه في انتقال عبدالله السعيد لبيرامدز بالمخالفة اللي واحد الاول بس عشان نتكلم لانه هناك حملة ضارية ضد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومن حق جماهير النادي الاهلي انها تغضب تزعل تداء ده طبيعي جدا ومن حق جمالهم هي انها تغضب تزعل تداء ده طبيعي جدا اللي يزعل واحد بس هو يعني ايه التجريح لانه ده امر غير معبول انت عاجبك حد عايز تأييده اهلا وسهلا عايز تهاجمه برضو اهلا وسهلا ولا حد يقدر يكلمك ولا حد يقدر لك حاجة في الموضوع ده لكنه قصة التجريح اللي موجودة دلوقتي اللي بدأت يعني تتصاعد بشكل غير عادي ده مش يعني مش مقبولة يعني هاتش قبلها ولا حد يقدر يتكلم عليها غير انها امر غير مقبول على الاطلاق قصة عبدالله السعيد مع النادي الاهلي بسضبط كالتالي اللي ناسي افكر عبدالله فوج الجميع انه كان وقع للنادي الاهلي النادي الزمالك عفوا تدخل سيد تركي قال الشيخ واعاد عبدالله الى النادي الاهلي في مفاجأة مدوية جماهير الاهلي على السوشيال ميديا غضبت زعلة الدايئة وقالت لا ما يبقاش موجود ومش عارب ايه وشوية حاجات وقصص وحواديت راح النادي الاهلي بالليل قرر عرض عبدالله السعيد للبيع راح نادي اهلي جدة خاد اللعيب ونضمله لصفوفه وكان هنا بدأت بداية الخلاف اللي ما بين سيد تركي قال الشيخ وادارة النادي الاهلي رجل تدخل في وقته صعب جدا ودفع مبلغ كبير جدا ثم بفوج ان ادارة الاهلي افترض عبدالله السعيد للبيع نضم عبدالله السعيد لنادي اهلي جدا بيع وشرع من النادي الاهلي الاهلي كتب في العقد بتاعه انه ماينفعش النادي الاشتراه انه يبيعه او يعيره لاي نادي في مصر وإلا واجب عليه انه يدفع اثنين مليون دولار في الوقت ده اثنين مليون دولار لما كنا نسمع عنهم كان نجي لنا الخب وبعدين كتب في حالة التصرف وراح مكمل يبقى من حق النادي الاهلي فاهلي جدا بيخلصوا عبدالله السعيد فقال لك لا بيع ولا عارة احنا فساخنا التعاقد نعاف واصبح اللعيب فري اصبح اللعيب حر جي يوم ماتش الاهلي وبيراميدز الصبح نضم البيراميدز وبتاعته طلعت ولعب وسجل وصنع في النادي الاهلي النادي الاهلي بيقول لك تبقى للعقد انا دي اتنين مليون دولار النادي بيراميدز بيقول لك ملاكش حاجة طيب مين هنا الحكم هل اتحاد الكرة المصري لا الحكم هنا هو الفيفا النادي الاهلي بيلجأ للفيفا والفيفا احباله طويلة زي من شايفين في قصة كوليبالي اللي هرب من النادي الاهلي وقعد سنة في البيت بعد الرجال في اسكتلندا وعنده عقد وماشي هربان وتكلم كدب على الطهد الدين وكلام فارغ من ده لكنه في النهاية لا الاهلي خد حاجة ولا النادي اسكتلندا دفع حاجة ويمكن بعد كام سنة يتم الحكم لي احبال الفيفا طويلة اوي في مثل هذه الامور اتحاد الكرة المصري بيكون غير مختص متبقى قصة ما بين مشكلة زي دي يتم تساعد الفيفا يتم الحكم على الامر من خلال الفيفا لكنه اتحاد الكرة المصري هو اللي ملزم انه صعب شكوى النادي الاهلي الى الفيفا ده دور اتحاد الكرة مع الاندية كلها هنا في مصر محاولة الحفاظ على حقوقها هكمل حضراتكم مع النادي الاهلي لانه في حاجة النادي الاهلي حاجة ما حصلتش في التاريخ قبل كده كم الاصابات المريع والمروع داخل النادي الاهلي يعني امبرح في حاجتين مهمين امبرح حصلوا في النادي الاهلي الحاجة الاولانية اصابة وليد سليمان من جديد بالتوقف الانكل وكان بيعمل اشعة ووليد دخل قط الليبت امبرح عمال يضرب كف بكف بالزبط كده ايه اللي بيحصل ده احنا مش مصدقين احنا بتعمل معنا كده ليه بالزبط ده اللي بيقول وليد سليمان بعدها بشوية دخل اكرم توفيق عنده كسر في انفه في الحاجز الانفي يعني حاجة عجيبة جدا 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 مستشفى الاهلي بقى حضراتكم يعني تشير حك يومس مرمة وتبدأ بقى من خط الدفاع يعني اقول لك يمثل المستشفى الاهلي اليوم باسم علي محمد نجيب سعد سمير رامي ربيعة قدامهم حسام عشور قدامه اكرم توفيق وحمد فاتحي قدامه وليد سليمان قدامه صلاح محصن محمد شريف وليد ازارة دي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسسة عشر احداش يعني لو استأذننا نجيب لقى ابو حارس مرمى يبقتين بالكامل وكان قبل يوم معام محمد الشناء وحارس مرمى النادي الاهلي الاصابات اللي موجودة عند النادي الاهلي يعني اكرم ده قدرا لانه كسر في الانف يعني وليد سليمان كسرا قدرا دلوقتي لانه التواق في القدم ممكن تكون من الارض لكن شريف وازار وصلاح محصن حاجة عجيبة احمد فاتحي نفس الامر كل الاصابات العضلية دي عجيبة سعد سمير نفس الامر حسام عشور نفس الامر بس معاني ده انسان غير محظوظ العيف غير محظوظ من احسن الظهراء اللي موجودين في تاريخ مصر من غير محظوظ نجيب عمل عملية غدروف المفروض بتاخد شهر داخل الحمد لله في 4 شهور لحد دلوقتي في مشكلة في العملية نفسها لازم الاهل يعيد حساباته تماما في هذا الامر يشوف الخطأ فين ويصلحه لان الامر بقى غريب وعجيب جدا 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 الحاجة التانية في النادي الاهلي هي جيرالد انبارح الجماعير القليلة اللي حضرت المباراة مندهشة مزهولة من مستوى اللعيب يمينوا ويشمالوا 3 كور في العرضة وعمل شغلي جميل جدا ومهاري وكل حاجة فيه كويس فالراجل قال لك بكرة الليلة قالوا له الليلة قال لهم الليلة يتقايد تشيلوا بقى كلوبالي تشيلوا اي حد ماليش دعوة بس الليلة لازم يتقايد جيرالدو عشان يكون موجود في الماش اللي جاي لانه اصلا ما عندوش مهاجم المفاجأة كمان انه عمر جمال احتمالات قيده كبيرة جدا 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 بل ان احتمالات مشاركته بقيت كبيرة لانه الاهلي ما عندوش راس حربة مراهان محسن تلت انذارات وليد ازارو هيغيب له حوالي شهرين وصلاح محسن اه مصاب اجايه كمان ما كانش متأيد يعني هممكن يأيد النهاردة جيرالدو وبعدين يرجع ايد اجايه يعني بس معلوماتي ان اجايين برح كمان كان كويس وجيرالدو كان كويس وليد ازارو غائب عندهم مشكلة عندهم مشكلة في هذا الامر مشكلة كبيرة جدا اللي هيحصل المؤكد ان اجايه وجيرالدو هيتأيده النهاردة ده المؤكد خلاص لانه كان فيه فكرة كده جوة النادي الاهلي باعارة اجايه لكن بعد ظهوره بمظهر مشرف امبرح وشكل جميل وتمسك المدرب اللي سارتي بي يبقى اجايه وجيرالدو بس جيرالدو ده معلومة اكده ما في الميزة انا كده عارف ان انا بكلم حضراتكم جيرالدو سيتم نقيده اليوم في النادي الاهلي وشارك في مباراة سموحة اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم